أن تكون صحفياً أو أعلامياً في العراق فذلك يعني أنك ستكون هدفاً للحكومة ومليشياتها المرتعدة خوفاً من تصاعد التظاهرات الشعبية المطالبة بإسقاطها والتي تتصور أنها بإغلاق وسائل الإعلام ستمنع العالم من رؤية ما ترتكبه من جرائم ضد المتظاهرين السلميين خلفت حتى اليوم مئات القتلى وآلاف الجرحى منذ انطلاق تظاهرات ثورة تشرين بدى جلياً أن سلطات في العراق لا تريد للعالم أن يرى ما يحصل على الأرض من دماء العراقيين فقطعت خدمة الإنترنت في أغلب الأوقات أو عرقلتها بصورة يتعذر معها نقل الصور الحية للأحداث ونسقت مع المليشيات الموالية لها مدعومة إيرانياً لتنفيذ حملة دهم واقتحام وتخريب لمكاتب بعض القنوات التلفزيونية والمراكز الصحفية وكعادة أي نظام استبدادي أنكرت السلطات الحكومية أي علاقة لها بالاقتحام والتخريب في المقار الإعلامية زعيمة احترامها الحرية الإعلامية ودعمها حرية التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية هيئة الإعلام والاتصالات في حكومة عبد المهدي أصدرت قراراً بإغلاق قنوات تلفزيونية محلية وأجنبية منها قنوات دجلة والشرقية ونرتي والرشيد والفلوجة وهنا بغداد والعربية الحدث والحرة وقناة آي أنبي وذلك بسبب نقلها ما يحدث في التظاهرات مما دفع المرصد العراقي للحريات الصحفية التابعة لنقابة الصحفيين إلى القول إن هذه الإجراءات تمثل تهديداً لحرية التعبير التي يكفلها حتى الدستور الحالي الذي يطالب المتظاهرون بتغييره هي إذن معركة بين أصحاب الحق وناهبيه بين الحقيقة وكارهيها وتبقى الكلمة الفصل بيد الشعب العراقي حين يتم ثورته ويعلن قيام عراق الكرامة والحرية وحقوق الإنسان